السلام عليكم أنا مايكل راشد وإنت بتشوف برنامج الزتونة كيف تتحدث إلى أي شخص في أي وقت وفي أي مكان الكتاب ده كنا أخذنا الجزء الأول منه الحلقة اللي فاتت في البرنامج في الحلقة دي هنكمل مع بعض الكتاب ده وأنا أنصحك وبشدة لو ما شفتش الحلقة اللي فاتت روح الأول شوفها قبل ما تكمل معي الحلقة دي في الحلقة دي هنتعلم مع بعض من الكتاب ده حاجات كتيرة جدا ليها علاقة بإزاي تتكلم قدام الناس ليها علاقة بإزاي تتكلم في مجال العمل ليها علاقة بإزاي تتكلم جوه انترفيو فتابعوا معي الحلقة دي كويس جدا من برنامج الزتونة هنكمل كتابنا بالفصل السادس واللي بيتكلم على حديث العمل في الفصل ده هنتكلم على كذا حاجة أول حاجة أساسيات العمل تاني حاجة فنون البيع تالت حاجة إزاي تتكلم مع الناس اللي فوقيك أو الناس اللي تحتيك في الشغل رابع حاجة إزاي تقول خطاب قدام الناس كلها بالنسبة لأساسيات العمل هي تقريبا نفس فكرة أساسيات الحديث اللي كنا أخرناها مع بعض قبل كده في الجزء الأولين اللي هو خليك واضح ما اللي أنت بتتكلم معاه خليك صادق وخليك صريح خليك مريح ما تضيعش وقت كتير لما بتتكلم على حاجة ليها علاقة بالشغل حاول تدخل جوه الفكرة الأساسية في خليل خمس دقايق من بداية المحادسة في فكرة فن البيع هنا لاري كينج مش بيقولنا إزاي تبيع الكتاب ده مش معمول علشان تبيع الكتاب ده معمول علشان تعرف تتكلم ولكن إزاي تتكلم وإنت بقى بتبيع أي حاجة طبعا في الأول خالص لازم تكون بتتكلم بحماس يعني لازم أكون بحمسك إنك تشتري الحاجة دي مني مش هينفع لو الحاجة بتاعتك دي حلوة جدا وإنت بتكلمني عليها بأسلوب مملي جدا إن أنا أشتريها في الآخر هتلاقيني إزاي هيت وتعبت منك ومش قادر أصلا أسمع تاني حاجة بفكرة فن البيع ما تتكلمش على الخصائص اتكلم على الخصائص دي إزاي هتعم بالنفع على الحد اللي هيستخدم المنتج ده يعني سأم تقوليش الموبايل ده فيه 4 جيجا رام بسه يعني أنا هامل إيه بـ 4 جيجا رام بس ممكن تقولي الموبايل ده ذاكرته 4 جيجا رام وده بيسمح لك إنك تفتح أكتر من تطبيق مثلا في نفس الوقت وإن تطبيقاتك ما تتقفلش مع الوقت كده أنا ممكن أشتري الخاصية دي الميزة دي نفس الكلام برضو ينطبق وإنت في إنترفيو يعني وإنت في إنترفيو أو في مقابلة عمل إنت هدف الأساسي من الإنترفيو إن أنت تبيع نفسك قدام الراجل فإنت برضو حاول تبيع نفسك بكل الطور اللي إحنا قلنا عليها دي زي ما قلت لك خليك صادق خليك منفتح خليك مركز استخدم البادي لانجويتش وفوق كل الكلام ده حاول تبيع نفسك برضو بطريقة فيها برضو والحماس ثم الحماس أنا برضو استحالة إن أنا أوظف أي حد عندي إلا إذا لقيته بيتكلم بحماس مفرد إزاي بقى تتكلم مع مديرك أو رئيسك في الشغل في زي سكيل كده أو زي مصطرة نقدر نقيس بيها إزاي بنتعامل مع مديرنا أول درجة فيها هي درجة إن أنت بتتعامل بالعادي بتاعك كأنك بتتعامل مع أي حد من زمالك وآخر درجة هي درجة التملك الشديد اللي هي اضرب يا رئيس وإحنا معاك يلا يا رئيس وإحنا وراك والكلام ده كله في بقى درجة في النص اللي هي الدرجة المعتدلة الدرجة الوسطى الدرجة دي بتتحدد على أساس مين الرئيس أو مين المدير اللي أنا بتعامل معاه أصلا لازم تعرف شخصيته ونقض ضعفه ونقض قوته في نفس الوقت أنا مش لازم أوافق على كل حاجة بتتقلم المديري أنا ممكن أقول له لا أنا مش أقدر أعمل كده أو أنا مش حارة في أعمل الموضوع الفلاني أو أنا محتاج مساعدتك في الموضوع ده عشان يكمل لأ أنت لازم تشغل ععلك ثانيتين زيادة وانت بتتعامل مع مديرك سواء وهو بيقولك أي حاجة أو انت بتقوله أي حاجة إزاي بقى تتكلم مع الموظفين اللي تحتك خليك عارف أن أي كلام مع أي موظف هو كلام زوء اتجاهين موظف المديرين بيتجاهلوا النقطة دي يعني يقولك أنا هقولي الكلام للموظف اللي عندي ولكن مش مستعبل منه أي كلام من ضمن الحاجات برضو اللي بيقع فيها مديرين كتير فكرة أن هما يقولوا للناس جود وورك أو جود جوب فيه ناس بتفرض في استخدام هذه الكلمات فما بيبقاش ليها معنى أنه هو لما بيعملوا حاجة كويسة الموظفين ويتقال لهم جود وورك مش بيحسوا أنه هو طب ما ده العادي بتاع أنه هو بيقول كده وفيه ناس ثانية مش بتقول خالص يعني يقولك أنا أصلا يعني أقول ليه الكلام ده أنا أركز على الحاجات السلبية وأحاول أحلها وكده كده حاجات كويسة كويسة الفصل السابع اسمه أفضل وأسوأ ضيوفي ولماذا بيقولك كده فيه أربع حاجات المفروض يكونوا موجودين جوه أي ضيف لذيذ خفيف أول حاجة أنه ضيف ده يكون عنده حاجة بيحبها عنده حاجة يتكلم عنها تخيل كده لو أنت عندك ضيف مش بيتكلم عن الحاجات اللي هو بيحبها أو ما عندوش حاجة معانا بيحبها هتحس أنه أنت قاعد زهقان تاني حاجة يقدر يشرح بصورة أفهمها الحاجات اللي هو بيعملها في يومه أو في الشغل بتاعه يعني مثلا مش حد عبقاري بزيادة وبيحب شغله بزيادة بس لما يجي يتكلم معي في البيت عن شغله أو يجي يتكلم عن أي حاجة أو عن نشاطاته مثلا ما عارفش يتكلم معي تالت حاجة بيتمتع بنوع من أنواع الحيوية ورابع حاجة أنه هو يتمتع بنوع من أنواع حس الدعابة وخصوصا لو بيتري على نفسه في ناس بتميل في أي حوار أو في أي اجتماع مع ناس أن هي تنتقد ذاتها في صورة مضحقة ده كان الضيف الكويس إيه هو الضيف الوحش بقى؟ الضيف الوحش هو اللي مش بيتكلم كتير الضيف الوحش هو اللي لما بيتكلم عن نفسه تحس أنه هو بيمثل الضيف الوحش هو اللي مش بيتكلم بصورة صادقة الضيف الوحش هو اللي تحس أنه هو بيتهرب منك وانت بتتكلم معايا انت بتفتح مثلا معايا مواضيع وهو بيهرب منك الضيف الوحش اللي مش مسلي الضيف الوحش انه لما بيتكلم على حاجة بيتكلم على نفسه بس ومش بياخد الحديث للناس اللي قدامه فلما تكون انت ضيف عند حد حاول ان انت تخليك ضيف كويس مش ضيف وحش الفصل الثامن بيكلمنا على فكرة حلوة جدا وهي فكرة الاخطاء الفادحة وكيفية تجاوزها يعني مثلا دلوقتي انا كنت بتكلم مع ناس وقمت قلت حاجة ما ينفعش تتال خالص ازاي اتصرف في معقف زي كده خليك عارف بس في الاول ان طالما انت عندك لسان انت كده كده هتغلط يعني مفيش حد معصوم من الخطأ مفيش حد فينا مش بيغلط الفكرة انت لما بتغلط بتتصرف ازاي بعدها اولا حاول ان انت تكمل في الكلام اللي انت بتقوله بغض النظر عن الغلطة اللي انت قلتها ما تهتمش وما تتوترش وما تخافش من الغلطة اللي انت عملته لان خوفك او توترك ده لما هيباني قدام الناس ساعتها الناس هتفكر في الكلمة اللي انت قلتها تاني حاجة زي ما كنا بقول شوية فكرة انتقاد النفس انت اصلا ممكن تنتقد نفسك بعد شوية في الكلام وتقول ايه ده وانا قلت كده بجد وتضحك على نفسك ده نوع من انواع اظهار ثقة بالنفس عالية جدا هتخلي الناس تضحك وتسمحك على اي حاجة انت قلتها فما تخليش في الاخر اي غلط او اي زلة لسان يأثر عليك لا اتعامل مع الموضوع بمنتهى الثقة الفصل التاسع ايه الحاجات اللي تعملها لما تيجي طلقي خطاب قدام الناس كاللاري كينج بيقول انه هو لما بيجي يتكلم قدام ناس بيخاف لا يكون فيه حد من ناس اللي عادة يفهمه في الموضوع اكتر منه فكان دايما بيحاول ان هو يدخل الناس معاه في الموضوع من الاول كان دايما بيحاول ان هو يشرك الناس في الموضوع من اوله ودي نفس فكرة فتى الكشافة اللي بيكون برة مثلا وبيكون عامل كده زي تور جايد او حد بيرشد ناس في اي مكان هو دي الفكرة بالزبط انت واقف مش بتقول خطبة للناس انت واقف بترشد الناس وهما ماشيين معاك يعني بالآخر عمال يرسم الخريطة اللي هيمشى عليها مع الناس كلها يقول لهم دلوقتي هناخد حاجة معينة وبعدها بشوية هناخد حاجة تانية وبعدها هناخد حاجة تالتة اللي عايز يسألني يسألني اللي عايز يقول اي كومنت يقول وهكذا بيشرك الناس في تفاصيل الحاجة اللي هيقولها وفاتح باب المناقشة للناس كلها في النقطة دي برضو لالي كينج قالنا كام نصيحة منهم ان انت تبص للجمهور بتاعك وانت بتتكلم معاها ماينفعش ان انت تكون بتعريد حاجة معينة وبصص على الحاجة دي مش على الناس لازم تبقى انت عارف برضو من الاول من الناس اللي انت بتتكلم معاهم وعلى هذا الاساس بتحدد درجة الصوت بتاعتك والسرعة بتاعت الصوت يعني لو بتتكلم مع ناس كبيرة في السن ماينفعش ان انت تكون بتتكلم بسرعة لو بتتكلم مع ناس صغيرة ماينفعش انت تكون بتتكلم ببطء كلمنا شوية برضو على فكرة ازاي توقف وازاي تبين كلامك وازاي تحرك ايديك البادي لانجويتش وكلام ده كله وحاجة مهمة جدا وانت بتبتدي اي خطبة وانت بتقفلها لازم في الحيتتين دول تقول حاجة بتضحك مش مهم الموضوع اللي انت بتتكلم فيه لما تفتح الكلام بنقطة مع الناس الناس هتلاقيها دحكت وناس هتلاقيها كده ارتاحت ان هي تسمعك ولما تقفل الموضوع برضو في الاخر بنقطة الناس هيجي لها انطباع ان انت كنت محاور جيد ان انت كنت محاضر جيد اتفرجوا على اي لقاء في حد مشهور جاي يقف قدام الناس ويتكلم هتلاقيه غالبا بيبتدي كلامه بحاجة تضحك الناس الفصل العاشر بيكلمنا على فكرة مرحوظات وانت بتتكلم قدام الناس يعني فكرة شوية مكملة للفصل القبل ده وبيقولنا فيهم كده لاري كينج كم نقطة اول نقطة انك تعرف الجمهور اللي انت بتتكلم معاه تعرف بسا سنهم كام تعرف ايه هي المهنة بتاعتهم تعرف ايه خلفياتهم تعرف ايه مثلا سياساتهم وهكذا تاني حاجة حاول تكتذب انتباه الناس كل شوية عن طريق ان انت تقول حاجة مخالفة لتوقعات الناس يعني مثلا افتكر انا في مرة كنت بتكلم على فكرة النميمة وقلت للناس في الاول تفتكروا من اللي بينم اكتر الرجالة او الستات فالناس ابتدت كده تفكر كتير وبعد كده رح تقولت لهم الستات او رجالة اللي اتنم بينموا زي بعض فحصلت زي حالة من حالات الدهشة كده الناس كانت متوقعة ان الستات بينموا اكتر عن الرجالة ولكن لما دات قال الناس ركزت معي اكتر انت برضو حاول في النص كده تقول كام حاجة مخالفة لتوقعات الناس في اوقات في اي خطبة لازم تكون بتحسس الناس ان انت بتنجز في الكلام وفي اوقات تانية لازم تمط في الكلام بتاعك مش معنى ان انت تنط يعني ان انت تكون مملي ومش بتقول حاجة مفيدة لا انا قصد ان انت تقول الحاجات بتفاصيل دقيقة يعني مثلا كل ما انت الوقت بيزيد معاك انت لازم تحسس الناس ان انت بتحاول تنجز في الوقت اه احنا قدامنا خلاص حبة صغيرة ونخلص ودي النقطة لقبل الاخيرة اه خلاص دي النقطة الاخيرة احنا ناخد بس دقيقتين دلوقتي الحاجات دي بتخلي الناس ان هي تفضل مركزة معاك اكتر وقت ممكن لو في حاجة بقى محتاج ان انت تشرحها بتفاصيل دقيقة حاول ان انت تحطها في الاول لان في الاول دماغ الناس بتكون مستقبلة منك الكلام بصورة كويسة فحاول ان انت تحط اي حاجة تقيلة في الاول طبعا حاول تتحلى بروح البساطة وانت بتتكلم مع الناس يعني مثلا لو انا بتكلم عمال العمال دول ناس غلابة شوية فانا لازم اكون محسس الناس ان انا كمان غلبان زيهم هم كده هيشوفوني بسيط ففكرة البساطة حاول ان انت تكون شبه الناس اللي انت بتتكلم معاهم مشكلتنا ان احنا بنحاول نسيب انطبعات عند الناس وعشان نسيب انطبعات عند الناس بنحاول نحاسس نفسنا اننا ناس مختلفة ودايما دايما اي مجتمع بيرفض ما هو مختلف انا هقبلك لو انا شايف ان انت شبهي ولكن عندك حتة بس كده مميزة صغيرة عني هسمعك عشان الحتة الصغيرة دي ولكن في المجمل انا قبلك عشان انت شبهي الفاصل 11 بيكلمنا على فكرة ازاي تنجح في الازاعة والتلفزيون هنا مش هنطعمك جامد ولكن هناخد كده شوية tips او شوية حاجات تحطها في دماغك لما تكون انت في حوار مش مش شرط يعني تلفزيوني حوار صحة في حوار مع اي حد حوار اي حد بيشوفه وهكذا اول حاجة انك تكون مواكب للاحداث يعني مثلا ما ينفعش ان العالم كله يكون بيتكلم على خصوف الامر مثلا وانت مش عارف ايه هو الخصوف ده اصلا تاني حاجة وانت في اي لقاء مع اي حد حاول ان انت تبعد عن الافكار السلبية يعني ما يكونش كده في ناس بتتفرج عليك وتنقلهم اي طاقة سلبية حتى لو انت عندك اصلا طبعا خليك متمسك بالمبادئ بتاعتك ومش اي حد يجيبك يمين او شمال لان ساعات المزعين او اي حد بيحاول حد بتلاقيه ساعات في الكلام بيحاول يجيبه كده يمين وشمال ولكن انت خليك ليك مبدأ وشابت عليه خليك منفتح وممكن تتكلم في اي حاجة انا بشوف ان اي حد بيعمل حاجة غير كده دي كلها نوع من انواع الشول اعلامي اللي انا اصلا بتقفل منه الفصل 12 بيتكلم على فكرة غريبة شوية وهي فكرة الكلام في المستقبل انتو مش ملاحظين ان الكلام عمتا بيننا ابتدى يقل يعني كلام الناس وبعضها زمان غير كلام الناس وبعضها دلوقتي زمان الناس كانت بتتجمع مع بعض في اي مكان ويقعدوا كلهم يتكلموا دلوقتي الناس بتتجمع برضو مع بعض ولكن نادرا لما بيتكلموا تلاقي بقى كل واحد ماسك موبايله او ماسك اللاب بتاعه او التابلت او بيعمل حاجة معينة فده صراحة بيحطلنا تساؤل هل كمان شوية قدام هنهجر الكلام يعني مش يبقى فيه كلام خالص في النقطة دي لالي كينجي بيقول لنا كده زي البصمة بتاعته اللي بيسيبها لنا في اخر الكتاب وبيقول لك مهما تطور الزمن ومهما كانت الاحاديث بتقل بين الناس او مهما كانت قيمة الاحاديث نفسها بتقل خليك انت المتحدث البارع خليك انت الحد اللي بيتكلم مع الناس خليك انت الحد اللي بيوزع ادوار على الناس عشان تتكلم زي ما اخذنا في الجزء الاولاني بيقول لك دايما ان المتحدث في اي مكان او الشخص اللي هو بيميل ان هو يتكلم مع الناس مهما كانت الناس دي الشخص ده هو اللي هيكون عنده دايما شعبية كبيرة وخليك عارف مفيش متحدث جيد على الاطلاق ومفيش متحدث وحش على الاطلاق انت اللي تقدر تحدد نفسك فين وانت اللي تقدر تطور من نفسك بكده نكون خلصنا كتابنا كيف تتحدث الى اي شخص في اي وقت وفي اي مكان الكتاب ده فعلا من احلى كتب في نون الاتصال او communication skills اللي انا عارتها على الاطلاق هسيب لكم لينك تحت لو عايزين تشتريوا الكتاب ده من اي حتة في جمهورية مصر العربية هسيبكم دلوقتي مع التلخيص المكتوب ولكن قبل التلخيص افكركم بتلت حاجات اول حاجة ما تنسوش تعملوا لايك وسبسكرايب عشان تتابعوا دايما كل اسبوع تلخيص كتاب كامل تاني حاجة لو الحلقة دي عجبتك اعمل لها شير من فضلك او مشاركة عشان تساعدني ان انا اوصل العلم لناس تانية وتالت حاجة لو عايز تساعد البرنامج مساعدة مادية ادخل على لينك الباترين الموجود تحت في الديسكريبشن هتلاقي طريقة تساعد البرنامج مساعدة مادية وهتكون كمان شريك في البرنامج امتيازات هتشوفها دلوقتي هسابكم بقى مع التلخيص المكتوب كان معكم مايكل راشد برنامج الزتونة شكرا شكرا شكرا